عقد بمحافظة أبيان اجتماع للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا لتنفيذ حملة توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيدات في المديريات المستهدفة بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة وناقش مدير عام مكتب الصحة العامة بمحافظة أبيان ومدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في وزارة الصحة ناقشوا آلية خطوط السير والعمل وترتيب فترة التنفيذ وتدشين الحملة خلال الأسبوع القادم بالتزامن مع المحافظات المستهدفة تأتي هذه الحملة ضمن الأنشطة التي ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا للوقاية ووقاية المواطنين من الإصابة بمرض الملاريا والحميات الأخرى